ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بل ونجح في توطيد العلاقات بين بريطانيا حيث انضم لمعاهدة السلام العامة عام الف وثمانمائة وعشرين اما عن شبه جزيرة قطر فقرر الشيخ سلمان تعين ممثلا من قبله عليها يدعى ابو حسان بحسب ما افاد به المؤرخ محمد التاجر وكان يلقب بالامير بحسب مصطلحات تلك المرحلة ذكر المؤرخ محمد التاجر ان الامير ابو حسان كان مقر اقامته في الحويلة من شبه جزيرة قطر فقد نمى الى علم الامير وصول اسطول المعتدين ومن معهم من عساكر واكتشف بان عدد المقاتلين الذين معه لا يكفي في صد التمرد فارسل الى جزر البحرين يخبر الحاكم الشيخ سلمان بن احمد آل خليفة بذلك ويطلب نجدتهم فانجدوه بعدد من الرجال المشهورين في الحرب والنزال والذين تم نقلهم باسطول الدولة الحربي بقيادة سفينتهم الطويلة فالتقى الجمعان بالقرب من الخوير مقابل اخكيكرا بشبه جزيرة قطر وقد نجح جنود الدولة في صد التمرد وانتصروا في المعركة واوقعوا خسائر فادحة بالمعتدين الذين ولوا الادبار وسميت المعركة بموقعة اخكيكرا والتي شهدت وفاة الامير ابي حسان رحمه الله دفاعا عن موطنه وكان ذلك في عام 1811 ميلادية وبعد وفاة الامير ابو حسان تم تعيين شيخ البعينين ممثلا للدولة الخليفية في البدع اعتنت الدولة الخليفية بتطوير الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر حيث اصبحت للبدع مكانة مربوقة في شبه جزيرة قطر بعد الزبارة وعلى ذات الصعيد اهتم حكام البلاد بتعمير المحرق التي اصبحت العاصمة التاريخية لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين بعد الزبارة والرفاع ويذكر لورومير بانه في يناير سنة 1823 قام الملازم ماكلويد المقيم البريطاني في الخليج العربي بزيارة الدوحة وكانت تسمى البدع اثناء جولته على طول الساحل العربي ووجد ان هذا المكان الذي كان يعترف بتبعيته للبحرين وخاضعا من ثم لمعاهدة السلم الشاملة لسنة 1820 وكانت تحت ادارة شيخ البعينين الذي تم تنصيبه من قبل الحاكم بعد وفاة الامير ابو حسان وفي عام 1835 ذكرت التقارير البريطانية مايلي دخلت شبه جزيرة قطر من حيث هي تابعة للبحرين دائرة الهدنة البحرية التي عقدت سنة 1835 لما تولى الحكم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عام 1843 جعل أخاه الشيخ علي رئيسا لشؤون الحرب البرغية والبحرية وأمر وزيره عيسى بن طريف على جزيرة سترة ولما أظهر الأخي رغبته في تولي ولاية شبه جزيرة قطر عرض الأمر على الشيخ محمد فولاه عليها أميرة وكان مقره الدوحة نزولا عند رغبة أخيه الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يقول المؤرخ محمد التاجر بأنه بعد وفاة عيسى بن طريف قام الشيخ محمد بتعيين بن عمه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أميرا على شبه جزيرة قطر وجعل مقر إقامته في البدع وكان ذلك في عام 1848 ميلادية ويؤكد لورومير هذا الأمر في كتابه دليل الخليج حيث قال في سياق حديثه عن آلية إدارة الدولة الخليفية لشؤون شبه جزيرة قطر بعد نقل مقر حكمهم لجزر البحرين ما نصه في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي أصبح لهم من أفراد أسرتهم ممثل سياسي جعل إقامته في البدع وهي الدوحة حالية وهذا الأمر دفع إلى إنشاء قلعة البدع حوالي 1850 ميلادية والتي أصبحت مقرا للممثل السياسي للحاكم وفي ذات السياق قام الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس شؤون الحرب بعدد من الإجراءات السيادية ومنها قيامه ببناء حصن دفاعي في الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر وتحديدا بمنطقة دوحة أم الماء التي تبعد 12 ميلاً عن رأس عشيرج القريبة من الزبارة وفي العقد الأخير من عهد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها أصبح للوكرة مكانة كبيرة في شبه جزيرة قطر حيث وصفها النبهاني في تحفته بقصبة قطر فأصبحت قلعة الوكرة مقرا لممثل الحاكم في شبه جزيرة قطر بعد أن كانت البدع مقرا لإمارته ويقول النبهاني بأن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كان يتحصن في قلعة الوكرة ترجمة نانسي قنقر